يشعرني الأمان والصلاة أعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم في هذه الحلقة يكون موضوعنا إن شاء الله عز وجل كما سماها ضيفي من الطارق؟ أنا شعبان يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء ورحبا باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الدعية الإسلامي فأهلا ومرحبا بك مرحبا شكو عمر أحسن الله تعالى إليك تقبل الله من دعونا من الطارق؟ أنا شعبان ما شاء الله أنا عبد الرحمن أسعلكم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أهلا وبعد إخواني وأحبابي السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء أهلا وسهلا فضلت الأستاذ عمر الحنبالي وطبقات الحنبلة كلها وأسأل الله عز وجل أن نجمعنا بكم في أعلى الجنال الخط أحبك في الله وأسأل الله تعالى أن يشفى شيخ غير الشيخ أبي باك الحنبالي شفاء لا يغادر سقر الشيخ الحوين والشيخ محمد الحسان وكل مشايخ اللهم أمين قد تفضلت بذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النصة صلى الله عليه وسلم ما لي أراك تصوموا في شعبان أكثر مما تصوموا في غيره نعم قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع أعمال إلى الله وأنا صار هنقف وقفت مع هذه الرواية في حديث أسامة بن زيد لما سأل نصة صلى الله عليه وسلم ما لي أراك تصوموا في شعبان أكثر مما تصوموا في غيره قال ذاك شهر يغفل عنه الناس صلى الله عليه وسلم قال يغفل عنه الناس بالنسبة أن ناس في غفلة عن هذا الشهر نعم يغفل عنه الناس النسبة ايام رجب يكثرون من الصيام واحتفلون زورا وبهتانا بالإسراء والمعراج نعم ويقولون بأنه في الإسراء والمعراج في شهر رجب وهذا غير ثابت لا في السنة ولا حتى الأثر لا في المرفوع ولا في الموقوف على الصحابة ولا غيره لدينا أدلة على ذلك أبدا إذا غفلت الناس عن شعبان شيخنا الكريم أمر جديد وقديم إلى هذه المرحلة كما حضرت تفضلت الناس تعرف عن رجب ما لا تعرفه عن شعبان ويحتفلون بالإسراء والمعراج في الرجب ويصومون في رجب أكثر مما يصومون في شعبان ما لم يصوم فيه في شعبان رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورده في الحريث صام فيه شعبان أكثر مما صام في غيره من الشهور لدرجة أن البعض قال أنه يكاد يكون صام شعبان كله من كثرة صيامه في شعبان في بعض رجب السيد العشر دولار كان يصوم شعبان كله وكلمة كله هذه كلمة مقيدة تأتي الكلمة مطلقة الرواية المقيدة في رواية أخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا عشان بس نبط ما بين رواتين لأنه بعض يقول كله ده خرج بخرج الغالب كما تفضلت لأنه الغالب صام أقلبه فقالوا كله أي نعم كما هو مرفع عند أهل اللغة والرواية المقيدة قيلت ذلك كان يصوم شعبان إلا قليلا حديث عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهنا عزين نقول أن غفلة الناس تأتي من احتفال الناس برقب والطبل والزمر والاحتفالات والبدعية والشركية ومثل هذا الكلام ويكثرون من الصيام في شهر رجب اعتماد على بعض روايات الأحاديث التي وردت معناها روايات لا تصح بل بعضها مكذوب على نصه وسلم صلى الله عليه وسلم أبدا لا تصح ولا حديث في الباب يصح في فضل رجب فلذلك الناس اهتموا بمثل هذه القصص التي تحكى لهم عبر الإذاعات المعروفة القديمة بالذات والمشيخ اللي بيطلع على بعض الفضائيات الأخرى يتكلموا في مثل هذا رغم هذه الصحوة الإسلامية الموجودة وانطلاقة القنوات الإسلامية في الفترات الماضية بالشكل الكثيف ووجود المشايخ والدعاء والكتب والمصنفات إلا أنه إلى الآن الناس في غفلة عن شهر شعبين لماذا؟ من الذي يقرأ؟ قريب للناس من الذي يقرأ؟ قد لا يقرأ لكن يسمعوا ويشفى على التلفزيون إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هو أخذ الكلام ده من الشيخ بتاعه الطرقية أو من غيرها من أهل البدع يعني يسيروا على هذا الطريق ونعزلون للناس غفلة الناس تأتي من احتفالات الناس بشهر رجب سواء الاحتفال بإسرائيل ومنعراج أو بغيره من الليالي أو مما يطرح على الناس من قصص وأكاذيب ومسر هذا كلام فالناس تعتقد أن الفضل رجب أفضل من فضل شهر شعبين ثم أن طبيعة الناس لما تأتي إلى بعض المواسم الخيرات الطبي أن أنا أستعد قبل دخول هذا الشهر الكريم يعني قبل دخول شعبات أصلا مفترض أن أنا مهيئ نفسي قبلها بأشهر معدودات أن أنا مقبل على أكثر شهري في السنة كلها هذا الشهر ترفع في الأعمال إلى الله والله العظيم وأنا تدبر لما تحدث في التليفون عن الموضوع لما تدبرت قرأنا حديث الإنسان أبن الزايدة ألف مرة واسمعناها ألف المرات ولكن لما الإنسان بيجي يقرأ الحديث بقراءة جديدة بنوع من التدبر ويقف قدامه وقفه والله العظيمة لو قلت النفسي كده باللغة العمية عند الناس لما يبقى فيه حدث يقول لك يا لهوي مش الناس بقوله كده بس لهوي ده لا تجوز أصلا لأن ده منادى على رجل غائب وقاله ده كان شيخه مش عارف أقوله كده ولكن عايزة أقول الترجمة بتاعتنا ما إن إحنا نقول إن بعض الناس هم يجي له خبر كده يقول يا هاريس ويد مش ده بيقال عند عواب الناس لإحنا مش نقول كده إحنا نقول يا خبر أبيض إن كان لنا شهر الشعبان وقدم علينا فالإنسان يعود أن يدبر منه بالنفس لكن ترفع الأعمال إلى الله عز وجل اللي أنا عملته على مدالة 366 يوم أو 656 يوم سيعرضوا على الله عز وجل أنا بقول لنفسي الفضايح دي يعني الإنسان لو بيده أن يخرج من هذا العرض والله لا فعل الإنسان يستحي من ذنومه فلذلك بقول ترى الناس في صلاة الفجر انت عدف في مية حديد ربنا يتوب عليكم ويهديكم أمين يا ربنا المزل في مية حديد ما للذي يصلي الفجر اللي يصلي في الفجر في الصف الأول الناس الكبار السن الشايبة والناس اللي فوق السبعين وفوق السيتين سنة نعم كم من الشباب ما يقول في صلاة الفجر بس ده مش في مية حديد بس يا لا معلش أنتوا الرأس كبيرة عشان جراء اللي ماشي عازين نقول في مسائل كلها فعلا شو عمر بزيك الله خيرا بس مية حديد لها وقع في قلب لها وقع في القلب وفي النفس أثر ولذلك لازم يعني يتبقى الأمور كده الله يحضر فبقى الله يكرمك شو عمر فبنقول تلتأى نصف صلاة الفجر الشباب يعدوا على الأصابعي الواحد نعم أنا جنبي مسجد من أكبر مسجد اللي في المنطقة مسجد في المنطقة اللي أنا في منطقة شوبرا مصر اللي أنا فيها عند خمس ستة مسجد حوالين البيت وطبع ديونا المصائب برضو إن كثرة تعدد للمساجد ده تفتت للأمة صحيح وتفتت لجمع الأمة حتى بعد الفقواة كرهة ذلك فتلتأى المسجد في الصناة الفجر كان من موجود فيه والله العظيم أنا عديت لو موجود مثلا في المسجد عشرين فرد في الصناة الفجر وده عادة كبير جدا جدا على ما بقول اللي أنا شايفه أنا عدت الشباب الموجود فيه أربعة الحكومة بالله والله العظيم أربعة وتلقون زباين داي مين هم مرحظين نعم والإخوة دول مع أبائهم إن أبو كبير السن فجاي بوا المسجد أو جاي معا إن شاء الله فبقول لها حول القتل إلا بالله نعم الإسانة يا إخواني أتفكر كيف تعرض يعني كيف ألقى الله عز وجل بذلك وصحيفتي مش موجود فيها صلاة فجري في السنة الماضية تابو الصيام اتنين وخميس والصيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي تابو بيري بواردية تابو قضاء حوائج العباد تابو المنكرات الموجودة في الليل والنهار والشباب اللي بيصهر طوال الليل على النهار ويوجد الموقع الإباحية أو بيسمع ما حرم الله أو بيرتكب الذنوب في حال وخلوات الإنسان مش مدرك عليه تعرض الأعمال على الله يعني ده هتمقى فضائح أنا عاوز أقول كده بالمعلة العامة عندنا فضائح إن أنا صحيفتي يأتي فيها أعمال مش موجود في دي حاجة صحيفتي يأتي فيها أعمال تلتمية ستة وستون يوم تعرض على الله عز وجل والله العظيم إنسان يتخلني يقوله سكتة قلبية لما يفكر في هذا الأمر تفكيرا يعني شديدا أو عميق فالسلام ابن زيد لما نسأل النساء صلى الله عليه وسلم قال يغفل عنه كثرة الصيام في شعبان أي بعد رمضان قال يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال على الله نعم لو أن قاضية من قضاة الدنيا خسنا في هذه الأيام أرسل رسالة بس وراء كده بتلاتة جنيه وجالك واحد محضر قال لي ولألك ولألك أحد من خدام مشاهدين ستنثل بين هذا القضي فولان يوم كذا في قضية كذا ساعة تسعة الصبح بعد أربعة أو خمسة أيام وأنت متهم زورا ومهتانا وظلما وعدوانا أن أنت قتلت واحد أنا أو أنت أو أي حد من المشاهدين أو اتهم أو من غير اتهمة إحنا بس عزلاج تقلنا زيارة الإنسان التلات تربعة تيام تقول هي عدوا عليه إزاي صحيح يطين النوم من عين الإنسان هيبدأ يجيب التليفون وأول حاجة يعملها يبدأ يدور على الشفاعات من الخلق صحيح ده نكلم مين كلم الحنابلة ولا كلم الشفعية ولا كلم الملكية ولا كلم الحنافية كلم مين عشان يشفع أولي عند هذا الرجل وبعدين لو أنه يستطيع يفدي نفسه بماله كله والله لا فعل والله يبعزب توعيان هذا أمر أنه سيعرض على عبد من عباد الله أمره بين الكاف والنون كن ترابا فكان هذا قضي ترابا هذا وارد نسمع في الأعبة القادمة فلان شمال ويمين يسأل أين فلان هذا القضية والإنسان هنا تدبر الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أيا بقى شيء لما نأف قدامها وده برضو من العرض وقفوهم إنهم مسؤولون سلم يا الله يا كريم سلم نعم يومئذ تعرضون إيه لا تقفى منكم إيه خافية نعم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عاملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا وعند الله تجتمع الخصوم نعم عاوزين نقول يا إخواني في مسألة العرض بقى عندنا العرض اليومي النساء صلى الله عليه وسلم مسؤول عن صيام الاثنين والخميس بالذات عن السر في ذلك قال أما الاثنين ولدت فيه طب لما سؤول عن الخميس قال فيه ترفعوا الأعمال إلى الله نعم أو تعرضوا الأعمال وعلى الله طب لما كذلك الصيام في الشعبان يبقى عندنا صيام عندنا عرض يومي وعندنا عرض في شعبان السنوي بقى كله اللي أنا عملته على مدار 36 يوم أو 65 يوم سيُعرضوا على الله وكذلك العرض ده قلت العرض الأسبوعي العرض اليومي العرض الأسبوعي الخليس العرض الأسبوعي وعندنا العرض اليومي نعم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يغفضوا القصة وارفعوا يرفعوا ليه عمل الليل قبل عمل النهار نعم وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجه ممتد إليه بصره من خلق يبقى إذن عندنا عرض سنوي وعندنا عرض يوم وعرض أسبوعي نعم طيب إحنا في حال غفلة طوال العام لما يأتي شارعي شعبان ده استعداد بكل الطاقات تهياء قلبية وتهياء نفسية وتهياء بدنية والبدني بالصيام كثرة الصيام عندنا الاستعداد الروحي والنفسي بكثرة تلاوة القرآن أما كان يسمى هذا الشارع عندنا ولما هو شارع قراء أنا قلت قد ذكرت عندكم في بيت حديد لما كنتم أصول شيخنا أعوده مش الزيارة الزيارة مع الصحية أعوده في حال مرض شفاه الله فقد ذكرت للناس ذكرت يا حبال الله يهديك لا إله إلا أنت سبحانك أنه كنت من ظالمين لا إله إلا الله طيب المهم يقول الله يرضى عننا وعننا فهنا عندنا العرض اليومي وعندنا العرض الأسبوعي وعندنا العرض السانوي فكوننا من أولى إخواني لو أن واحدا منا يعني عالم بأنه سيعرض على قضي من قضاة الدنيا بعد يومين ثلاثة أربعة والله لن يذوق النوم صحيح تخيل أنا وإنت كل أعمال ستعرض على الله عز وجل بالخير والشر عايز أنه أقول للناس يا شيخ عمر أن شر الشعبان تهيئة جسدية ونفسية وإيمانية أي نعم قل خضره قد ذكرت عندكم في بيت حديد النبي تهيئة الإيمانية أنني دخلت على جدي لأمي وقبلها من العمر 92 سنة إن شاء الله فبأقول له يا جدي رحمه الله اللهم اجمعنا بهم في الفندوسة العالم للجنة آمين وفي جميع موت المسلمين وأبي وأخي وجميع موت المسلمين آمين وإشف كل مرضى المسلمين آمين فبسأل جدي بقول له يا جدي إذا تختم في كل أدعي القرآن أنا أختم في كل ثلاثة أيام مرة في رمضان شاء الله شاء الله والله العظيم يا شيخ عمر أنا لم أره في حياتي من المسجد للبيت للمعهة بتاع القرآن شاء الله والله في حياتي شاء الله وقد رزق حسن الخاتمة لله الفضل والمن شاء الله ودل أمام الحفظ ابن كسر رحمه الله تعالى لما قال ولقد أجرى الله الكريم وعادته بكرمي أن من عج على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة آمين يا رب جدي توضى صلى الفجر وتوضى لصلاة الضحى وما هي إلا دقائق قد فضت روحه إلى الله عز وجل صلى الله يرحمه ورحمه آمين يا رب فأصد الله عزنا يرزقنا حسن الخاتمة كل إنسان فينا لابد أن يتخيل هذا مما يدفعني دفعا إلى العمل خاصة في شاري شعبان نعم تذكر الآخر تذكر حسن الخاتمة كم من أناس ماتوا كان جنبي بيتي وجاري وصحبي وأخويا وأكثر من يموتون الآن من الشباب صحيح والله العظيم في قريات الأسبوع اللي فات تنة تربعة شباب في أسبوع واحد هذا مات في حادث وده مات في حادث آخر وده مات موت مفايق وده كان بيتخرق مع امراته فالآخر مش عارف حسن إيه جرد دغط الدم ارتفع مات فيها وبقول للنساء بطلوا شوية الله يرضى عنكم بارك فيكم ويحفظكم لعلنا نلتقي عن قريب إن شاء الله نعم الله يهديك من تبدل على الخير على طوله يا حنبالي الله يكرمك فهنا عزين نقول لإخواننا وأحمدنا شكو عمر يهيي النفسنا باتها يا إيمانية نعم قبل دخولي هذا الشهر الكريم في قول النساء صلى الله عليه وسلم وأحب وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صالح تعالوا وفعد كلمة وأحب لو كل واحد فينا كده اسأله كده أنا بسأل حنبالي يا حنبالي طبع الله أكبر اقطع الحتة دي وحطها على النت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبركة لك في أهلك وذرياتك وألبي ونعفظنا إياك من أعين العائنين وحسن الحاسدين وكيد الكائدين وأن يبارك لكل إخواننا وأحبابنا في ذرياتي وزوجاتي عادي يضحك ولكن المشيخ أولو فضائحة في النساء يقول وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صالح والله العظيم جال بخاطري فقلت النفس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقول لي نفسي هي دي مش أن النبي حبي ده وأنا محبوش ده أنت في حال صحتك وفي حال قوتك وعافيتك فلما لا تصوم ده سؤال أحبه لكن لستم متفكرا فيه أكيد كل واحد فينا يحب أن يرفع عمله إلى الله هو صائب يحب أن يكون عنده حسن خاتمة لكن لستم متفكر في هذا المعنى في فرقك برش عمر في ادعاء محبة النبي وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما كل ما اللي بطبره بزمره بقول لك يا رسول الله غوثا ومدد يا مدد واسمعته أول مبارح واحد من اللي بيقوا على القنوات الشعب اسمه الجفر والاسمه إيه وكان اللي عادي يطبر يقول مدد يا حسين الله أكبر ما شاء الله وينسبه إلى أهل السنة وكان في مجلس في شيعة وهو مجلس الشيعة قولة الواحدة نعم ده ادعاء محبة النبي ما بقول لك ده بالمدل محبة آل بيت النبي ومحبة صاحب النبي ومحبة أمهات المؤمنين فيقول لك يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرش كربنا ما رأاك الكرب إلا وشرد يبقى إذا كان الاستعانة والتوكل والاستغاثة وتفرج الكرب بيد النبي ماذا ترك هؤلاء الجهال اللي تعالى نعم إلي سابون ربنا نعم أليست هذه خصيص ربوبية إلي سابون ربنا إحنا لما نيجي ندعي يا أخي ده أنت نفسك نفسك ياللي بقول لك كلام ده لما يجي يدعو بقول لك عند قبل النبي يعمل كده ولا بيرفع إيده إلى السماء وبيعمل كده يرفع يديه إلى السماء هكذا ده ده إقرار واعتراف أن الذي بيده تفرج الكرب إنما هو الله سبحانه وأعزين أن يتدبر فيها لما رفع إيده كده معنى ذلك أنني استغنيت عن الخلق جميعا إلا بالله استغنيت عن كل الناس إلا الله تدبر في هذا فلما نصر على سلم يقول وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صار إذا كنت في حل صحتك وقوتك وعافيتك وأنا وأنت والناس ندعي محبة النبي في الطريق لنبي مش عليهم النبي كان بيصوم في هذا الشهر الكريم يكثر من الصيام بعد رمضان يبقى أصوم أكثر صيام هذا الشهر أكثر من الصيام في هذا الشهر محبة للنبي يقل على سلم يتدبر في خبر في قول ألسي بن مالك رد الله عنه وأرضاه في البخاري يقول شو صحابك أم يحبوا النبي إزاي صلى الله عليه وسلم وكيف لا يؤخرون كلام النبي ويقدمون كلام غير النبي يقوله أنس كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة كان مجتمعين على شرب الخمر وكذلك سيدنا أنس هو الخادم نعم كان لسا الخمر لم تحرم أو لم تنزل الأبي التحريم كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يوم إذن الفضي أجود أنواع الخمر عند العرب قال فلا ذا مناد أي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ذا مناد ألا إن الخمر قد حرمت ألا إن الخمر قد حرمت قال أنس وده العجيب بقى فأمرني أبو طلحة فخرجت إلى سكك المدينة فأهرقتها سبحان الله آخر سجارة نعم آخر ما قالش مش قادر ولا أديني فرصة أعرف أعود نفسي ولا آخر كاس ولا آخر سجد خمر ولا جايبي قدح ده مش عارف بكم من الرئيس ولا أخذ الموضوع بالتدريج امتثل فورا ده اللي أنا عمز أقوله بقى المحبة امتثال كنت بركب تاكسي وبعد إن بتخير بتفرسي الوجوه كلا عشان واحد يريحني فلقيت وحي كبير السن من أبائنا راكب التاكسي وأول ما أعررت منه ده قاتل قيته مسك سجارة فلما شفني بقى شيخ أنا عامل إيه أنا عامل كلا وربي وربي كأنه بسكراتي الموت مش هان عليه يرميها أبدا أنا ما أخو بقى نفس طريق بقى يدير الصحة لقيت عمك الحجة أمسك السجارة وشادت نفس قلت هيموت فيها وهل بصرف الحين الحمول ورحمة الله وكان بسمع الزمن الجميل يا سلام ده مزاجه علي أوي أوي شغل السنة المكنسوم وأنا بقول لك وأنا في الدعوة لما تبدأ مع الناس في إنكر المنكر بلاش يبقى الكلام المباشر السجير حرام هو عارف السجير حرام مش كده وعارف أنه غيره حرام لا شك والكلام ده متأكد فيه ألف في المية نعم افتح الأول وإحنا محتاجين بالذات في الأيام اللي خاصة فيها الدعوة كثيرا بسبب الأحداث الماضية دي محتاجين نشاهدة مفاتحك لنفتح بها قلوب الناس صحيح ولا هنصح إحنا دعا بالكتاب الإي ناس في فتح قلوب الناس للشغل عفاني محتاجينه فرموان بالذات نعم فأعمل إيه مع عمك الحاج قلت أول سؤال هو هيفتح فيه أما اسأله عن أحواله إذن الأحوال عم الحاج زي ما أنت شايف بس واحدة واحدة طيب طيب علي وعلي أشتكي مر الشكو مر الشكو وزوجت وطلق البيت وعندنا بقى لترات أيام وقابت يعيلها عندنا وكلام زي دا والمصاريف وغيب منين كل بقى ما يخطر على بال وإنصاف ووسط هذا كلام تدرك كلمتين نعم وما يشتكي من الرزق يعمل حاج الله عز وجل هو رزاقه الكريم إذا أغلق بقى فتح أبو أبن إذا أغلق بقى فتح أبو أبن نعم وكلام زي دا المهم في نهاية الحوار بقى اللي عمل حاج طب تشعر سجد بقى لك كم سنة ألا ربعين سنة يا الله طب أنا عاز أقول له يعني هي ما خلصتش عليك لسه ما حاجة تباوت يعني عازين نقولها شو عمر أنا عاز أقوله الشيء من القصة يعني كلنا محتاجين في هذه الأيام إلى فتح ثغارات من العمل الصالح والله العظيم أعرف شابا من الشباب كان يقوم في رمضان لوحده يقوم في رمضان لوحده على أربعمائة أسرة إن شاء الله أكسم بالله إن شاء الله يكلم على الواتس ويكلم على الفيسبوك ويكلم إخواننا اللي عرفهم واللي ما يعرفهم شي وواحد إن شاء الله يكون في السودان يعرفه أنه من أهل الخير قد يحرقوك ما نشعر بالكلام ده خالص يقول الله عز وجل مطالع على قلبي إن شاء الله أنا عاوز إيه رزقنا يا ربع ربع متأسرة وربي ربع متأسرة وحده شنة رمضان بل والله كنت أرى بعيني سيارات محملة بالبضاء على ظهرها بسبب هذا الإنسان اللي وحده إن شاء الله هل الشباب المسلم يعجز عن مثلي هذا والله العظيم لا اجعلها من بهم ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة حب للنبي حبه يا أخي نبي كما حب الصيام شعبان يحب تفريق كربات المسلمين اسعى كذلك الناس الآن الجمعيات بسأل بعض إخواننا بقول له أخبار الجمعيات إيه قال لنا كان عندي ربعمائة أسرة قبل سنتين بس الأسر الآن الفقراء والمساكين قال لتسعمائة أسرة يا الله تسعمائة أسرة يعني زيادة عن الضعف كمان صحيح بقول لناس ما لهؤلاء إحنا بنكلم عن ذكر محبة النبي وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائم شخصنا أيضا لو أخذنا على نقطة وانا صائم وفوائد الصيام في هذا الشهر المبارك شهر شعبان نعم استعدادا لشهر رمضان نعم يعني كثير من إخوانا الذين حرصوا على الصوم في شعبان وفي غيره متعودين على كده لما يدخل على شهر رمضان بيكون مهيئ ولا يشعر بطول الصيام ولا بالحر كما ناجد كثير من الناس يشتكي حرارة الجو ويشتكي طول الوقت في الصيام إلى غير ذلك نعم ففي تدريب عملي على موضوع الصيام في رمضان بلا شك شعبان تدريب عملي نعم وانعاز أقول لإخوانا مما يدفعك دفعا إلى كثرة الصيام في شعبان أن تتذبر في بعض الأحاديث منها مثلا في قول نصر صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم ووجهه عن النار سبعين خريفا الله ده يوم يا أخي نعم من صام يوما في سبيل الله يوم يا أخي يوم واحد لم يخص يوما في أي شهر لا ما فيش في أي شهر ثم ما شئت من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا والله حديث صحيح ده الصيام يوم واحد يا أخي كم ساعة الصيام يعني متسوم من الساعة كامل الساعة أربعة ونص ولا حاجة ولا أبلاب شوية إلى إيه الصيام من ست ساعات كم ساعة 12 ساعة تقريبا كله ما بقيتش واحد صحي ولو زاد عن ذلك عاز أقول ده الصيام يوم واحد يا أخي بينك ومن الناس سبعين خريفا يعني يبقيدك عن الناس سبعين سنة من المغفل أنا بكلم عن نفسي يوم يبقى كل الإنسان مغفل انتركته هذا الأجر وزاد وقلني الأخوات اللي عليها صيام احرص يا بنت أتقضي ما عليك وزود الأيام النافلة من أجل انت تسعدي بهذا الخير وانعز أقول لكل زوج لنت حرص على الطعوة وزوجتك وأولادك لا حاجة تقلمني يا شيخ عمر والله إن نلتقى واحد معنا في المسجد من أهل الخير وفي الصف الأول في المسجد في صرارة الفجر ويقابلني في الشارع بنته ماشي من غير لبس حوله وخاته إلا بالله استقرار مش في إيده ده نفي صنف الشخصية أقول آه لن يفلح قوم ولوا شؤونهم ممرأة أمرهم ممرأة نعم صحيح يبقى اللي قيم في البيت هي الحكومة نعم هي اللي مشيها الدنيا وبعدين هي يدري الجلاتي ولا إيه ولا ذكور حكومته هي ما بقول حكومته مراته زوجته سيدته حريمه أهو كله من نغة العربية فتلك مصيبة والله نعم أما أثرت فيه الصلاة والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكل إنسان سبحان الله توقع أقوم لك كده لبعض أهل العلم قالي اللي بقاله طول عمره هترجمها باللغة بتاعتنا اللي بقاله 40-50 سنة قائم على ذنب واحد أو 20-30 سنة على ذنب واحد لا يغيره نعم قال هذا لا يحسن أن يصلي يا الله فلما سئل كلام برضو شيب مم فلما سئل يا شيخ الزيت أبصلي كويس ومتمام ودنز الفل شوف الصف الأول قال أما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحانه ملك والله العظيم كلامي جامل فعلا يعني خلوا واحد يتضبق فيه كيف أربطه بينهما شخصنا كريم نعم فعلا زي ما الواحد يكون مثلا كالذي ذكرت مثلا باللغة بيدخم بقاله 40 سنة أو واحد فينا موجود على ذنب بقاله سنين عاددة لكن بيصلي وموجود في الصف الأول وحرصت على الطاعات كيف أجمع بين هاله الأي وما أثرت فيه الصلاة شوف صلاة وما أثرت فيه الصلاة يعني الصلاة أصبحت عادة مثلا أي نعم أنا وجدت أبويا بيصلي وقالدي بيصلي وأخويا بيصلي أنا صليت وذلك أنا عاز أقول للناس حتى وإن وجدت سبق للخير يعني أنا أعرف كثير من الإخوة قد ربما يكون مدخن أو على شيء من المعاصي ومدوم عليها لكن ما شاء الله في الأعمال الخيرية مواظب عليها سبق إليها في الصف الأول دائما وموضوع الصف الأول ده أمر بالسهل إذا ما أحدك عارف يعني فأنا أصل أقول أنه فيه الخير ده كله ومع ذلك في هذا الأمر فكيف أجمع بين هذه الآية وهذا الموقف أنا عاز أقول للشيخ عمر أكثر بنيوا صلون أخذوا الصلاة على أنها عادة والله العظيم لو أن الإنسان ربط بين الدنيا والآخرة وهو في حال صلاته لخشع في الصلاة حضرة مثال بسيط فضل أول ما للشيخ عمر يجي يصلي الشيخ عمر الحنبالي يجي يصلي بعدين نقول للناس استووا اللهم اغفر لا نازلوا بنا يا عم الحق الله يكرمك استونا نقول استووا استقيموا يرحمكم الله استووا 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 حادوا من الملاكب والأقدام وستدوا خلل مش يجي يصلي وقول لها عمك الحق يا عم الحق ما ينفعش يلا تقولي الكلام دا هو أحنا مش دعاو من حب ربنا طب يا عم الحق تقرأ في الركوع قلها الله أحد وقرأ في السجدون قل أعوذ رب الناس لا ما ينفعش لي يا عم الحق عمالة توقيفية نبي ما عملش الكلام دا نعم فانعاز أقول شيخ عمر قالي استووا ونظر عن يميني ونظر عن يساري هتنظر عن يمين اللي دا وحد وزير وبعدين بعده خفير وبعدين بعده صبي وبعد كده غلام وبعد كده شاب وبعد كده ضعيف ومريضه صحيح وتنظر عن يسار نفس الوضع بالضبط أول ما ترى هؤلاء الخلق جميعا قد يستووا بين يدي الله في الصلاة بكلمة واللي يشيبك في مسجد الحرام الله قد يستوى لحظة كل وقت فعلا لا أربع مليون بيصلوا استووا كله يستووا الله أكبر الله أكبر معي يقول استووا إيه اللي بيحصل الطواف يقف نعم والسعي الناس كل وقت عشان كلمة واحدة انقل بقى عينك إلى الآخرة نعم عشان نربط ما بيني الاثنين يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غورلة أي غير مختونين فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض أمر أعظم قال يا عائشة الأمر أشد من أي همهم ذلك نعم ودل آية يوم يفر المرء من أخيه الأصعب وأمه وأبيه نعم وصاحبته وبنيه زوجة والأولاد لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني شأن يغني نخرج إلى فاصل ثم نعود وليكم مشاهدين الكرام فبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يركى بالدنيا والعفو لدينا مأمول مشاهدين الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل العام أنتم بخير باسم أو باسمكم وجده الترحاب والتحية بضيف الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الدعاء الإسلامي فأهلا ومرحبا بكم مرحبا الشيخ عبد الرحمن السلام عليكم الشيخ نهاية كريم كنا نتكلم قبل الفاصل أو في أثناء الفاصل عن موضوع التركز على الأعمال الصالحة أي نعم فنستكمل بس بقية ما يتعلق بالصلاة فقلنا الإمام قال أول ما أتذكر أننا جميعا سنستوي في أرض المحشر بينادي الله حفاه عراه غورلة أي غير مختونين كما ذكر أنه وصلنا في الحديث هذا يخبرنا أتدبر يعني يحدث في قلبي نوع من الخشوع أولا ما يقول يجي يرفع تكبيرت الإحرام الله أكبر فيش أكبر دي خالص الله أكبر بالكاف دي معنى هاي سلمت الشيخ عمر ربنا أرضى عنه وبارك فيه صلى الفجر طلعي البيت تلتقى واحد حرامي شير الدف الريزر بتاعه على ظهر بتاع رمضاء لحظت فيه كل حاجة فراخه اللحمة وليفتي كل كلام أول ما الشيخ عمر يجي عنده أنا بريء دي معنى هاي هذا السلام ولله المثل الأعلى اقرأ الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ده السلام وإذا عن طبعا لما تقول اللفظ الله أكبر لازم أفكر أكبر من إيه بقى من الدولة اللي سيبته برى المسجد من زوجتي وعيالي وجوز المنت منين وأكل العيال منين وعمل إيه في الصيف رمضان دخل علينا والله ما هو شغلك أنت مطالب بأمر واحد ذكره الله عز وجل في أواخر صورة الذاريات لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو رزق في قوات المتين إلي ربنا طلب منك العبادة أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا وضمن الله عز وجل لك الأرزاق فانت شغل دماغك بإيه يعني شغل نفسه بالمضمون وهو الرزق عن المطلوب منه وهو العبادة نعم نقول لشه عمر أنا أمر الصدح حتى نودلك الحلقة الصدقة أنا عايزة أقول لي كل إنسان غني وأمر بيضايقني يوم جايك حضرت بحاجة في إيدوكت إيه عم الحاجة اللي أنت بتعمله لها مم في حاجات شيك ظهر في كده شيك شكله أبيض حلو جدا وعليه وروده وقلوبه بتاع مم برفانه كده وروأه وحطوله مثلا إيه أنت عاوزه وبعدين اذهب إليه في بيته مم ليه أذهب إليه في بيته مم كده وحيجه كان في بعض الناس نعم كان عنده في منطقة بيه بيتبح آآ بقرتين ثلاثة قبل رمضان نعم تحت بيتي مم بس كان في منطقة يعني مم كنت ساكن فيه سابقا فيبدأ الأخوة بوزع وربي أسمع سب الدين ليه إله 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 أكسم بالله مم ونسوان بقى اللي شعرها وقع على الأرض واللي واللي جزمتها جرت منها وخناقات وسب الدين وسب وشق عشان إيه عشان اللحم مم فأنا بقول له أنا عاوز أريح حضرتك رحل خالص والدوشة لي مم هجيلك مجموعة من الإخواننا وأحبابنا وكل واحد ما هتوكتوك مم واخد الجسم من حضرتك وكل واحد فينا يبقى موكل بعشر أسر خمسين أسر اللي أنت عاوزه وهنوزع على الناس في بيوته قال لي لأ مم ليه يا عم الحاج قال لي لازم ناس تعرف في النارة من أهل الخير واللحمة اللي تتوزع في اللمة فيها بركة سب الدين يا شيخ عمر أكسمه بربي نعم الله مستعد مولى سيدنا الله يرضى عنه شيخنا بس لو رجعنا بس هم مسألة الخشوع في الصلاة كثير من الناس يشتكي يعني هو داخل الصلاة وهم هاي نفس الخشوع لكن كثرت الهموم والضغوط في الحياة بتجعله غصبا عنه وفي الصلاة بيتذكر كل هذا الأمر كيف يستطيعه لو بوسائل سريعة أن يخشع في صلاة لسيما في هذا الشهر مبارح لائب الكرة أبو تريكا الله يرضى عنه ما كان بيلعب زمان أنا ما عرف شوش ماتشات كورة ولا عرف أبو تريكا كربوهم جميعا يا رب فالمهم أما كان يجي لعب قبل ماتش الكورة كان بيعمل إيه لازم في عملية إحمال قبلها شوية كده كنت بيلعب زمان كيك بوكس كان حاجات فردية فالمهم فلما ييجي بقى ينزل ماتش الكورة تبقى العضرات فكرة كده ودونا كويسة وإعصابة مش مشدودة ومسترخية كذلك إخواننا بقى اللي عاوزين نصلي صلاة وترضي الله عزيزي فنوع من الهجوع ما استناش في البيت لما الأذان يؤذن وبعدنا بقى خش عاوز أدخل للحمام وخبط على الباب من جوة أنا هاجر يا أبي من جوة أنا بيبرس يا أبي يابني خلص عاوز ألحاء الصلاة هي المشكلة عنده بيبرس ولا عنده عمر عنده عبد الرحمن ولا عنده يوسف عنده عبد الرحمن يبقى الأمر يحتاج استعداد قبل الأذان أصلا أدخل بقى الخلاء طبعا غريبنا يا شيخنا في وقت الصلاة بيكون في العمل فبيضطر مرافش ينزل ممكن قبل الإقامة بدقائق حد لأنه هو ملزم بوقت عمل خلينا على وضوء الانسان يبقى دايما مش محدث يبقى على طهر أنا قصة أقولي أن يبقى له مشغول يعني ما بينزل برضو بيبقى يفكر ده أنا سبحان الله وانتعرف الشيطان بقى يعني أثناء الصلاة بيجي يفكرك بكل حاجة تبقى حاجات تنسيها ويفكرك فيها أثناء الصلاة لو أنت عايز تفكر من يومين عايزة تشتري عربية كيف عايزة تشتري عربية ايه أنا ماتريكس اللي أنت عاوز الله يبقى له عليك رب ينزلنا بجيب آمين آمين يا رب وإنت ماشي على الطريق عينك تقع على ايه على كل عربية جيب صحيح عشان دماغي يتبرمج على كده تمام أنا عاوز أبرمج دماغي على كده نعم إن أنا ساعة ما الأذن يؤذن وساعة ما اسمعي ساعة أبرمج دماغي كيف أخشعه في الصلاة اسمه الاستعداد القلبي التهياء في استعداد قلبي وبدني البدني بالوضوء ومن أعظم ما ياتب الخشوع في الصلاة أنني أتدبر أن ذنوبي تسقط مع قطر الماء الله ده النساء صلى الله عليه وسلم اللي علمونا كنا في الحديد تسقط مع قطر الماء مع قطر الماء ده في الوضوء في الوضوء حتى في آخر الرواية يعني الواحد يتوضع وكأنه يخسر ذنوبه فتسقط الذنوب مع آخر قطر الماء إذا تمضمط إذا استنشق إذا غسل وجهه إذا غسل ذراع إذا مسح على رأسه غسل أذنين غسل رجليه الإنسان يتخيل أن الذنوب هو بيتوضع تسقط مع آخر قطر الماء والله معاني جميلة ورائعة لكن للأسف إحنا كنا نتوضع وبنصلي أغلبنا وهي مجرد عدد ورتينة ربنا عليها وخلاص محتاجة تدبر شوهما ما نقول الواحد لو بيفكر في أمر شغله للنهار لو شبي ولا بلاش الشباب تعزي أقول حاجة متعلقة سبحان الله شخصنا الواحد حتى ربنا ممكن يكون بيمنع عليه بحفظ كتاب الله عز وغير كاملا لكن أحيانا خاصة في هذه الشهور المباركة لما يجمسك المصحف يقرأ بشيء من التدبر يمر على الآيات وكأنه الأول مرة في حياته سبحان الله رغم أنه يحفظها تماما سبحان الله سبحان الله ترى يعني ترى للقلب حال بخلاف الأحوال السابقة سبحان الملك والآية دي أنت قرأتها سبعة تلاف مرة في حياة صحيح وقرأتها وسمعتها مئات مرة ولكن سبحان الله كأنك لأول مرة تسمع هذه الآية صحيح يعني أنا كنت حاضر مع الشيخ محمد حسن بالأمس هو يسجل ربنا يحفظه الشيوع فيه يا رب الله الكلام الشيخ محمد مما قيل بالأمس أنا سمعته منه كثيرا قرأته لو في بعض الكتب وسمعته عن المنابر وكأني لأول مرة لما أسقط هذا الكلام ابن قيم على الواقع على الواقع كأني لأول مرة أسمعه سبحان الله فالإنسان كذلك مع القرآن يعني مما يأتي بالخشوع أجمع الآيات التي تحدثت عن الصلاة وأقرأ في تفسير أهل العلم لها ولقد نعلم مثلا في قول الله تعالى ولقد نعلم للنبي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول أعمل أي يا رب فسبح بحمد ربك اتنين وكن من الساجدين الصلاة ثلاثة واعبد ربك حتى يأتي في اليقين يبقى لما يأتيني هم ويأتيني حزن وأقرأ هذه الآية وأقرأ تفسير الآية والله سيذهب عنك الحزن يا الله مش دا للنبي ما هو دا العلاج للنبي قاله سيدنا النبي أنا عاد يضيق في الصدر ومخنوق من الحجة مش الحج أمي مخنوق من زوجتي بس أنا طيبة أحسن مني ومكشر ومدائي والعيال والجواز والمدارس وال دماغه مشغول طبعا ومدير في العمل أرف وده بيوشي عليه وده بيتكلم عليه ودماغه مشغول للنهار ورمضان جاي وهعز محماتي إزاي ده بتاكل لحلتين لوحدها ومحتاجين نعمل تجهيزات قد كده هروح فين وجه منين شغل دماغه ودماغه ودماغه أوباما تقع عينه على الآية دي ولا قادر نعلم وأنك يضيق وصدرك بما يقولون سببها في البخاري والتعلم في السنة والتعلم في الذات العالية والتعلم في القرآن ده بيضيق صدر إنسان لا ولا لا اللي خلقته فبرغ الشحنة اللي عندك إن أنت تصلي وزاك ده هذا من أعظم أسباب علاج الغضاء جميع طب شغلنا كريم أثناء الصلاة إن أتاني أي هاوس يعني إنه أنا تذكرته شيء امشي يا شوشو خلاص أعمل إيه أعمل إيه اتفل أشغل أنا شيء وأنا بصلي نعم أي أن كان استرجع إزاي وحاول بكل طاقتي أتدبر فيما يقرأ الإمام من تلو يعني أتفل على الشمال يتفل عن يساري ثلاثة نعم سلما يستعذ بالله ولكن هذا ما جلش على واحد أم غرق واحد جنب يعني والله حصل سمعتني من شيخ محمد نفسه بقى يكون من دايم اللي جنبه بأتفل لجماعة الشيطان فأنا عزيزي بقول للناس يا شيخ عمر مع ذكر الصلاة نحافظ بقى في هذه الأيام هذه الأعمال الصالحة نعم نحافظ على صنافة الضحى أدرب نفسه عليه نعم وكثير منهم مقصر في هذا الأمر روى الإمام أحمر في مسلم بسلاني الحسن قال الله تعالى حديث عظم قوي سبحان الله قال يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أولى النهار أكفك آخرة الله يا الله يا كريم تاني يا شيخنا كريم يا ابن آدم قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم صلي ليه أربع ركعات أولى النهار أكفيك آخرة حديث عظيم قوي أكفيك آخرة يكفيك شر التفكر في الدين وشر أن أنت ليه اللي هرشعر دماغ بالرزق وأن فلان هياخد مكاني في الترقية وإحنا في أواخر السنة المالية وفلان مش عارف هيعمل إيه وبنت اللي هتطلق وابن اللي مش عارف يخطب سبك من القصة دي خالص انهي كل ده من دماغك نعم مش بقول لك وقف دماغك عن التفكير إنما أقول فكر بالنظر إلى الآخرة فكر بالتدبر في الآيات فكر بالتدبر في الأحاديث كنت ركب مع أخي سائق وأنا جاي ربنا يحفظه وبيشتكي شكوى مرة فلوس وكتشغل في السياحة ومرتباته دون أضاعت وهعمل إيه والعيال ومهم ورقاعد ساكت ومن ضمن علاج مشاكل للناس الفطفضة صحيح نفس الفطفضة فلنعمل إيه أسمع زجاجة طبوية نفسيين الدنيا عندهم زحمة ما شاء الله الله أكبر وعذا أقول لإخواننا الأزواج الأزواج يختلفوا في التفكير مع المشكلات عن الأزواج عن الزوجات عن الزوجات يعني الرجال مختلفين عن النساء هضرب مثال طبيعة المرأة تبقى عايزها تفصل في كل حاجة والراجل عايز حاجات مختصرة هضرب مثال مديره في العمل لكد عليه وجاية عبان روح البيت خد شاور حلوة شاور دي من المشايخ وناب على الشيز لونج كمان تمام أو ماسك الرمود في إيده عادي أقلب في التلفزيون هو أقلبش في حاجة معينة هو توتر بيوقف دماغه بعض الشيء عن التفكير في المشكلة اللي عنده نعم ثم يدخل في الكهف يعني يدخل في الكهف يصمت تجي زوجته وتتكلم معاه مالك في ايه يعمل ما ماليش وعملت ايه في الشغل الحمد لله والحاج أخبره النهاردة اللهم لك الحمد يا رب مش عايز تتكلم سيدة أنا غلطنا أنا بسألك أساسا أيوة ده خطأ من المرأة المرأة المفترض عرف تزوجة دخل الكهف بساعة مشكلة وصمت ولما تكلم تسكت العكس المرأة لما تجي لها مشكلة لازم تبقالوك لك ولمرأة محتاجة للي اسمع لها أي أحسنت المعنى ده واخدره فيه وإن كان أمري نفسي واخدره من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدنا وقاعدوا يحكوا كل واحدة تحكي صفات زوجها نعم السلب والإجاب والحسن والقبح السيدة عيشت لما سيدنا النساء صلى الله عليه وسلم دخل صلى الله عليه وسلم قصت له قصة كم رجل حدوشها الرجل تخيل أنه لما قاعدت تصف كل رجل بما فيه من صفات خدت خمس دقائق يبقى بكام خمسة وخمسين دقيقة ومقدمة لكلام مع سيدنا النبي عمل إيه كل ده والنبي قاعد يسمع وختام القصة دي كلها كنت لكي كأبي زرعي لأم زرعي إلا أنا لا أطلق في تلت كلمات يبقى النساء صلى الله عليه وسلم كأنه استمع للسيدة عيشة زاعة صلى الله عليه وسلم يبقى بنقول من ضمن خصائص المرأة أن المرأة طبعتها بتكلم كتير لوك لوك أي والله على جمال خليجة جرجر يجوز مع الكرام والله العظيمة شيخ عمر أيام ما كنت فتح مكتب لإرشاد لأساني كانت تقتين بعض الحالات للمشاكل بين الإخوة والأخوات الرجال والنساء نعم أنا قال اللي أنا بعمله ومسك الأجندة لأخطر بتتكلم وقعد أيد وممكن أكتب باسم الله ممكن أكتب الحمد لله بس أنا أي عارف أعسد الإنطبع وبسجل 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 ممكن رأعود أسمع لنص ساعة يا صبرك أسمع والله نص ساعة والآخر من ضمن الكلام اللي قالته علاج لمشكلتها تمام هو من اللي دال العلاج أصلا هي بس هي عاوزة تقولي زوجها إيه اسمعني قال ابن المقفع تعلموا حسن الإنصات كما تتعلمون حسن الكلام إحنا ربنا ادلنا كم أذن أذنين اتنين وكم لسان واحد بس عشان أقلل من الكلام وأكسن من الاستمع خرجنا إحنا مغرف شوية الشيط يا شكرا عمر جايز جلنا حلقات عن الزواج والله عاجل الله يستورك وردعنا وإستورك الله في الخير من أهديك وبعد عني في دماغك يا رب الله فهنا عايزين نقولي إخواني من ضمن الأعمال الصالحة اللي إحنا نحافظ علىها في أيام شعبان تتضرب عليها صلاة البحر نعم يبقى الحديث هوت يا ابن آدم صلي ليه أربع ركعت أولا نهار فيك آخر عندنا كم مالوت في مصر كم إيه مريض كثير ملايين نعم كم واحد يشتكي مسلم وكافر وغير كثير كثير جدا أنا ممكن تبقى مشكلة حلها في قيم الليل أول الله الناس بيعتبروا كمنا تدرواشها يا شيخ عبد الرحمن لما نتكلم معهم بيقعد يحكي لك حكاية ساعة وفي الأخي تقول له طب يا أخي جرب تقيمي الليل شو أنا بقول لك إيه والله لو أنه أحب الله من قلبه ما قال هذا أبدا اللي بيشتكي ده عنده كليتين نعم وعنده عينين وعنده أنف وعنده لسان بيكلم به وعنده معدى بتطحن الزلط بقالها تلاتين ربعين سنة صحيح واحد دخل على الإمام مالك في مجلسه فقال له يا إمام أعطني مما أعطاك الله قال هو مثلك يؤطى ده أنت ستة في سبعة في اثنين واربعين إن شاء الله عليك فأحلى ممالك أعرفه نعم قال له أعطني عنا في الإمام مالك قال أدنه فدنا قال أعطني عينك اليمنى وأنا أعطيك ما يقابلها جبل سهلان ذهبا حضرنا يالله إحنا في نعمل ومش في نعم صحيح لا شك كان مستضفيننا واحد ممثل ممثل سمنا بيشعر وصلا من الحبيبتين سبحان الله نعم سبحان الله كان ممثل ما له ممثل تائب وفي آخر حياته مارض بسرطان في المعدة يا الله اللهم اشفي كل مرضى مسلم يا رب اللهم فالمزحب يقول له إيه اللي تتمنى من الدنيا وهو أحنين كده عاوز يقول له يعني نطلعك حق ولا عمرة قال له نفسي ربنا يدي لي معدة تطحن الزلط زي زمان يا الله يا الله إحنا مش حسن بالنعمة أسأل الله يا حريمنا نعمة الصحة والله يا شكو عمر ما إحنا حسن بالنعمة اللي إحنا فيها صحيح ده كفاء أن الواحد يقوم في الصباح تصلي وترجع البيت تقرأ إسكار تقرأ قرآن تأكل إذا كنت هتفطر مبكر شو تخل حمام لوحد با الله أكبر وإنت خارج ده مش حاسب أنت مش حاسب أصلا بالحالة اللي إنت فيها أن هذا الأزأ لو ظل بالإنسان والله يموت صحيح ده حد يعني يجيل واجع في الدرس واجع درس حية بسيطة يعني سبحانه يقعد يتنطط طول اليوم سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله والله لا تحصوها من الأعمال الصالح لنشغل بها في أيام شعبان لندفع إلى العمل الصالح في أيام رمضان الصدقة أنا حسنا أقول للأغنياء ربنا زكهم رحمة بالفقراء وأقول للفقراء ربنا زكهم الرغضة بقضاء الله وقدري مع السعي والأغذي بالأسباب حديث برضو محتاج تضبه شوية يا ابن آدم أنفق أنفق عليك نعم أنفق أنفق عليك آه يا ابن آدم أنفق أي على عباد الله أنفق عليك كده لما تصدق بصدقه على فقر أو مسكين ربنا عز وجل يأتيني بهذه الصدق أضعف مضعفة طب ينفع أجرب الموضوع بحتاج تجربة تحتاج يقين أسواح أقول لك أنا أنفقت ما حسش نجالي حاجة أشترته عن الله أشترت على الله أولا حاشا لا يسألوا عما يفعله هم يسألوا حاشا وبعدين هل هو معتقد أن البركة بس أو توسعة الرزق في كسرة الفلوس دا أنت ممكن يكون ربنا عز وجل بيزوغ في الشهر الواحد ألف جنيه وهذا المال عشان مال حلال نعم وينفق في حلال فيه بركة والمال وصل إلى يدك ومش وصل لقلبك زي قارون نعم يبقى فيه بركة صحيح وغيرك بياخد عاشر تلاف جنيه في الشهر ويبقى آخر شوالا كاسيك والله ندخل بسوغ جنيه صحيح يا عامل عز وجل رصية يحصل فعلا صحيح شيخنا كريم عشان الوقت انتهى للأسف الشريد لك بعف مجال الأسرة ربنا سيدك يا الله يبرفك شيخنا كريم فكيف نستطيع جميعا أن نهيأ بيوتنا وأسرنا وأبنائنا لاستقبال هذا الشهر مبارك شهر رمضان في دقائق نعم أنا عاز أقول لكل أخ وكل أخت صالحه بينهم مشاكل في البيت نعم أيما كنت خاطب كان بيسعى للوصول إلى قلبي زوجتي بكل سبيل صحيح حبيك أمر وحشاني موت وعمل إيه وانت وردتي وشنطتي وقسمتي وكل حاجة في حياتي وعطى أبو نيف في محل الورد كل الله يكرمك الله يكرمك تمام وإذا كان من الإخوة نقابه وخمره ومصاحف وكتبه وكل حاجة وحما يقول له يا ابن أبو روح أقول له يبقى المفاتيح اللي يقدر نحلي بها المشكلان نفس اللي كنت بتستخدمها أيام الخطبة ده الحل بسيط ده بيده هو ده الحل بسيط وعرفه بس خلاص بس المعظم بيتكل بقى النية ستتغير من اعتمد على إن زوجته هي التي ستتغير والله لن تتغير هو اللي بحتاج تغير ابتداء نعم أنا لازم أقول لي نفسي أنا عندي إيجابيات بلا شك وعندي سلبيات بلا شك طين وصعبة جدا محتاج أحطها قدام هنا وأقول أنا قدام ستتشهور لما تغير من هذه السلبيات نعم اتنين أنا بشتكي من زوجتي من موقف معين أو أنت أو أي حد مننا صوتها عالي جدا جتا يوم بفضل الله صوتها انخفض بنسبة واحد في المية هم هيبقى نسبة ملحوظة دي واحد في المية ها الله أكبر ما شاء الله شايفك نغضة أهدى نعم يا عمي اشتغل شوه الإيحاء اوهمها يا عمي وركز على الإيجابيات أنا ممكن تفكر أنا بتريع عليها لا والله اقبلها احضرنها وقول لك اللهم طبيبين قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق صلى الله عليه وسلم إن كرها منها خلقا رضي منها أخ نعم ركز على الحسنات بفضل الله تعالى ستزور السيئات تدريجيا نعم وانا بقول لكل أخ عاوستحل لأي مشكلة عندك عندنا مشاكل كبرى ووسطى وصغرى ابدأ الأول بالعقبة الكأود الكبيرة خد فيها فترة شهرين ثلاثة لما تتحل وفضل الله تعالى المشاكل اللي بعدها هتتحل الواحد إن شاء الله شهرنا كريم جوارك لا يمل ربنا يسأل نفعل استفادة أفتنا وأثريت هذا اللقاء فبارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء في منزان حسنات قليل منك يا كفيني ولكن قليل وكلا يقال له قليل الله مجهدنا الكرام باسمكم أتوجه بخلص الشكر والتغذير للدعاية الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور على هذه كلمات الطيبة خير الجزا سأل المولى سبحانه وتعالى ينفعنا وإياه بما قال إنه ليو ذلك والقادر عليه هذه الحلقة وغيرها من حلقات بردمج من الحياة موجودة على صفحاتنا على فيسبوك صفحة عمر الحنبلي وصفحة قناة الرحمة الفضائية من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل يوم ثلاثة قادم قبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته